عصيدة الزمان عصيدة الحاجة يما ربي رحمها عصيدة جداتي ان شاء الله اليوم تلك المصفى تلك العصيدة الزمان بكل التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عني بالكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله من مطبق أبو ساجد العنابي تلك المصفى محبوبة الجماهير اللي كانت الناس ذكر زمان كانوا عايشين بها تلك الماليوم بالتفاصيل تيحها من مقادير تيحها بإذن الله تتعلموها اليوم أحبائي كما نعرف كل فأي وصفة فيها مقادير وكيف التحضير ونرحوا نشوفوا بعضنا كيف التحضير المقادير ونرحوا نشوفوا يلا رحوا نشوفوا يلا رحوا إذن هنا فقط يدخل أول مرة كالعادة يروح يشترك في القناة وفعل الجرس حتى يأتي الجديد ونرحوا نشوفوا المقادير عندي هنا الماء الماء يكون برد يعني من ريبوني عندي هنا كاس ميد متوسط عندي هنا كمية لبن اللبن يعني مشوا حليب اللبن ممخود من رايب وعندي ملح فقط 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 هنا نروحوا في كسرنا نجيبه 3 كؤوس تعماء يكون برد مفروض هنا العصيدة الزمان يدراه في البرمط الطيم وفي الملعفة الخشبية أنا عندي كسرنا هادي طقيلة بزاف خطيه 3 كؤوس تعماء يكون برد هكذا رح نضيفهم كمية الملح الملح حسب الرغبة هكذا ورح نجيب الفوي او نجيب السميد نحط السميد بشوية ونبدأ ان نحرك بالفوي يد تحرك و يد تصب هكذا باش السميد لا تكتلش وليعملش هدك العجينة نعاود نحرك نحرك مليح 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 حتى نكمل الكاس كامل هكذا ونبقى نحرك حوالي دقيقة باش يتحل معي كامل السميد بعد ذلك رح ننهز الكاسرونة ونحطها على النار تكون شوية قاوية تكون شوية قاوية هكذا متوسطة زائدة شوية فقط ونبدأ نحرك كي تبدأ تتكتل العجينة او تختار او تعقد رح نقص النار و رح تشوفوا معي كيف نقص النار هكذا نبقى نحرك بسرعة بسرعة يعني هنا لازم نصبره و لا تحركوش من مكاننا يعني باش متسقش معنا و لا تحركش نبدأ نحرك جيدا كما شفتوا بدا تعقد شوفونا بدا التختار بدا التعقد هنا رح نبدل الملعقة خشبية نحط الفوي ونجيب الملعقة الخشبية هكذا ونبقى نحرك فقط هنا تبعوا الفيديو تيعي رح نحرك بركة بالتفصيل ما نقطعش نقص النار هنا كانت النار قاوية نقص النار و نبقى معاها هنا حوالي 40 دقيقة العصيدة هي طيب مليح 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 و مجيش نية و جي ابنينة العصيدة تازمان تازمان تازم صح 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 يعني يطولوا فيها حوالي ساعة من الزمن أو 40 دقيقة أنا شفت بعض الناس يعملوا العصيدة عشر دقائق و نحاها هذيك ميش عصيدة هذيك رو سميد ني و رح توجع للكرش فقط أنا أتبع فقط عندي ملاحظة فقط يعني بالنسبة للتعليقات للمشتركين تعليقاتهم يعني محفزة تعليقاتهم بسم الله ما شاء الله يعني نشكركم شكرا جزيلا والله العظيم منسى وقفتكم و خيركم و دعمكم معايا حتى أن أرجعت قناتي كانت تقول لي يا عمي أبو ساجد والله نحبك يا بابا و هذا قلت لي يا عمي أبو ساجد نحس صوتك كما بابا رب يرحمه و كل واحدة وش تقولك و الواحدة كانت حتى رجال بسم الله ما شاء الله بالمقابل كانت تعليقات سلبية قليلة و أنا ما نقولش بهم مثلا كانت تعليق أنا ساعات نقول في في الفيديو التاعي ولا أروع كانت تعليق يجيني يقول لي والد ولا أروع قول روعة و خلاص شوفوا هنا نحط البن بعد ما حركتنا مليح وبدأت تنشف نحط شوية البن قلنا البن ليكون حليب أخضر ني و الروبوه بعد نمخضوه هذا كل البن تاعوه نبدأ نحرك من ناحيها فوق النار وضعها في البوتاجي و نبقى نحرك لأنه كنت نحط البن فوق النار سيتكتل معي من حبيبان قلت كم كانت تعليق يقول لي روعة ولا أروع و بعد في التعليق أخر اشتمني عند التعليق و قال لي انت جاهل في القاموس لم تكن ولا أروع كان غير روعة أنا صدقوني بقيت يعني متعجب يعني قلت كيفاء نسان ينصحوا واحد يقولون انت جاهل ما تجيش يعني على كل حال قلت تعليقات تاكم كاملة محفزة كلكم كلماتكم تعبيركم كلماتكم ما شاء الله ما شاء الله ما نقدرش نسمني الأسامي لأنه و كننسى أسم سأتغيركم الحال مني ولكن رب يحفظكم إن شاء الله و بارك فيكم شوفوا هنا كيفاء نتحرككم حتى ننزل المغرف تيغي ما تسيحش تبقى في المغرف هنا مزيتها تسيح شوية نخليها كما تلكم أنا حاولي رابعين دقيقة بعد من رابعين دقيقة كي تعود تفصل من الكسر هنا شوفوا هذا خلاص أنا رأي وجدت رب يحفظك من شاء الله تعليقات الإيجابية و حتى تعليقات سلبية يعني ما تشتموش فقط و انتقدوا الوصفة يعني بكل حرية رأني هنا هنا طابت المليح جبت طبق تاعي هذا نبدأ نحط في العصيدة تاعي عصيدة زنان يا بابا يا بابا عصيدة جداتي رب يرحمها أم الوالد هي لعنمت الوالدة رب يرحمها يعني بقات متداولة متوارتة نختموها هكذا وتأتي أم الوالد و أنت جداتي رب يرحمها والوالدة العصيدة اللي طيب في عشر دقائق ليس عصيدة هذا كتقيق ني زينتها تزين خفيف حطيت الزبدة حطيت كعبات جوز و شوية حليتها هكذا تزين فقط هذا من لمساتي و هنا اللي أحب يضع السكر أو العسل و اللي أحب يضع زيتون أو زبدة عرب يعني لكم اختيار ما تقولوني شو عليها لا تضع الزبدة ولا تضع زيتون شوفوا أنا عملت الوصفة و انتم زينوا بالعسل بالصكر بالزبدة بالزيت كما تحبوا هنا جدتي رب يرحمها كانت تعملها بالزبدة هكذا انتم تحبوا تنقصوا الزبدة لأنه الزبدة في سطحة فقط لأنه الداخل فيها كتل بعد سنهزوا بالمغرف ستضع الزبدة و تدخل الدخل شاهدكم طيبة جاءت وصفة تعصيدة روعة 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 نكاس البن يا بابا يا بابا ماذا نقولكم إذا نحب بعي عصيدتي وجدت هذه المعاكم ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم كامل ربي يتبتكم و ربي يجزيكم كل خير إن شاء الله أنا نوكل مغرف تعصيدة و شربة البينة مغرف عصيدة و شربة البينة إن شاء الله تكلوا بالصحة إذا طيبتوها و عيشبت الوصفة لا ينساش الإعجاب و لا ينساش كلمة طيبة みти و تعليق تني تحفيزي و نقولكم أناء وأحبكم في الله و ربي يحفظكم و يتبتكم ان شاء الله و ربي اعطيكم أتمنو ان شاء الله س لنجمعه نقولكم جمعه مباركة ان شاء الله و ربي يصلق و مش اتمنوا سلام عليكم وارحمة وصفة قادمة إن شاء الله ولا تنسوني لا تنسوني بالإعجاب ده العجاب عجاب فقط فقط شكرا شكرا